الجزء والسؤال واللغز الجميل الآي دا ما بتسعرانه ليه مش كريم يندبش مكان علي معلول وازاي الجابهة دي بيتعامل معها مارسي الكورور في الوقت الحالي في غياب علي معلول اللي هيستمر طبعا لدهاية النوسم طيب الراجل ما عندوش قناعة عشان نحسم القبر كل المدربين الدنيا الكبار والصغار اللي بيدربوا انتخابات واندية كبيرة وبدربوا اندية ومنتخابات في منطقتنا في حاجة اسمها قناعة فنية ما تنقشوش فيها هو دي قناعة الفنية اي فيش مدير فني نازل عنده كتالوج بيمشي عليه هو عنده لاعب بيطلب منه بعض الادوار نفزها بيقتنع بيه ما نفزهاش بيقتنعش بيه فعشان الموضوع ده قلت لابه احسن هو مش مقتنع فني بكريم الدباس وهناك ابعاد اخرى مش وقتا نتكلم فيها فيما يخص التذام اللاعب بتطبيق افكاره خلينا نقفلها على كده التذام اللاعب بتطبيق افكاره هو مش شارع ولا التذام اللاعب عموما ده جزء بعدتان انعكس على تنفيذه للأدوار رغم ان الراجل بيمشي بشكل كويس مع المنتخب الولمبي لكن لما اتكلم على منتخب معسكرات اقل المتابعة اللي بيتابعها مدرب المنتخب الولمبي للعيب اربع خمس ايام اه واربع خمس ايام مش بتكلم بقى على ان هو معايا طول اليوم في التمرير ومعايا طول اليوم عارف وبيعمل ايه وبيتم متابعته حطيها اخليها على جنب فالراجل نقل ايه قالك انا اخلي الجبهة اليسرى هاعتمد عليها في بعض الاحيان زي ما كنت باعتمد على الجبهة اليوم في بعض الاحيان لكن هحاول وده اللي حصل بعد التوقف الدولي هحاول اخلي ان الولي اول مرة بعد 7-8 سنين لا فيه صورة قبل دي فيه صورة قبل ما نروح لديه صورة فيها اتجاه هجمات النادي الاهلي طول الوقتة كريم 7-8 سنين يجي موسماني يجي فايلور يجي اللي يجي الجبهة الشمال هي الجبهة الي دايما بيضغط منها النادي الاهلي بص ده شكل هجمات النادي الاهلي ده هنا مش بتكلم لا ارجع تاني للصورة معلش اللي فاتت شكل هجمات النادي الاهلي وانت بغمت في اي مباراة لما تفتح تشوف عدد الهجمات هتلاقي عدد الهجمات ناحية الشمال مليون في المية فتيجي تلاقي الممر رقم واحد والممر رقم اتنين ناحية الشمال اللي هم في اعلى الصورة ثلاتة طب الممر رقم 4 و 5 كام 6 ست هجمات فعالة ست هجمات خطرة من الناحية اليمين لسببين السابق الأولاني ده قرار الراجل إننا عايز أخلق أجابة هجومية ناس كثير كاب بتسأل عمر كمالي اللي بيجيد في ناحية الشمال هيلعب ولا هيرجع يلعب في البكرايت فالراجل وديه ناحية اليمين النقطة التانية نقل لعبه لأول مرة ينقله في الأهلي لعبها قبل كده في الزمالك لكن في الأهلي أول مرة إمام عشور فبقت القناة رقم اثنين لأن فيها تنين لعبها مميزين قوي عمر كمال ومفتاح وترمومتر للنادي الأهلي الدائم اللي هو إمام عشور تعالوا وريك عمر عمل إيه من ناحية الهجومية رغم تعليق إن لقطة الهدف مساهم فيها لكن متفق مع شهاب مليون في المية إن جزء منها كان لريدا سليم بص أدي بداية اللعبة كريم دي كانت إمتى وقف بعد الباص بعد الباص على طقق أيو لحد ما يستلمها أمام باص باص ماشي ماشي بص هنا كريم أدي وقف هنا كمان كمان ماشي واحدة كمان بص هنا كريم هو الشغل اللي انت شايفه المسلسات ده والجابهات الثلاثية والأوفر رودر اللي بعمله النادي الأهلي كنتم بتشوفه دايما فين ناحية الشمال الراجل لا أنه مش هيعرف يحلها بنفس الشكل بوجود علي معلول طب أنا لازم أن اللعيب عندها قدرات هجومية مضمونة مثبتة اللي هم عمر كمال عبد الواحد وإمام فأنا هجيب لك في الأول عمر كمال عمل إيه وأدواره ومساهماته على مدار المباراة وهجيب لك بعدها إمام عمل إيه وأدواره ومساهماته على مدار المباراة عشان كنا إمام بأمانه في داماتش مش بس علشان جاب جول وجاب جول حلوة قوي لأ علشان خاطر الأدوار اللي الراجل كان واخدها ناحية اليمين اللي هي مش جابيته بص يا كريم دي لما تيجي تتكلم نفس القرة نفس الخطورة يلا دايماً بدور على أن أنا بجمع ناحية اليمين بجمع ناحية الشمال والهجوم كله يبقى من ناحية اليمين إيه اللي بعده بص الكرة هنا وقب بعد الباص وقب بعد الباص بص هنا الراجل حبي يضمن هنا طبيعي الكرة دي أو عدت جون لمودست مليون في المية فإنه تواجد في المنطقة دي وشايف اللعبة في التمنتاشر كويس بتكلم على سلاح فعال ناحية اليمين اللي هو عمر كمال روح للي بعده اللي بعده يلا كمان كمان الفريم اللي بعده بص عمر كمال موجود في هنا كريم على الاندراين على الخط لعبها دي الكرة طبعا بتاعة راكلة الجزاء اللي تسجلها أمام عشور اللي بعده كل ده أنا بتكلم على عمر كمال يلا الكرة اللي بقى ديها على طول بص عمر كمال موجود في هنا دايما بيفكر انه يحط الكرة في المنطقة بقى عندي مفتاح لعب وصانع لعبة بدل علم علوم لناحية الشمال بقى عندي صانع لعبة تاني اسمه عمر كمال عبد الواحد ناحية اليمين ما بقرنش بالاتنين لكن انا وجدت حل دي تحسب للمدير الفني وتحسب لقوالات اللعبة اللي موجودة في الملعب ان فجأة انا عطلت فجأة انا كمدير فني عطلت ما عنديش حد يعمل الادوار دي ناحية الشمال بقيت بحاولة ثبت ان ناحية الشمال قدر الامكان عشان ما يتمش اختراها بشكل كبير وبروح للجزء الهجومي ان يكون عن طريق عمر كمال امام عشور والتالت معاهم سواء رضا سليم او حسين الشاحات لما تنقل الشرط التالي